شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصول الوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وخلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين على همش إنعاقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة جدد الرئيس السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع هذا وشهد اللقاء اتفاق الجنبين على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة فضلا عن تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية